اشتركوا في القناة اشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاخوة في الله ها نحن التقينا مرة اخرى مع كلمة نتكلم فيها ان شاء الله عز وجل ادندنوا وإياكم فيها حول محبة الله عز وجل في قلب المر فكما تعلمون ان الانسان ينبغي ان يتصف بمحبته لله عز وجل فكلما كانت المحبة محبة الله في قلب المرء الا واصدرت نورا في هذا القلب يمشي به الانسان في رحاب محبة الله عز وجل فالمحبة ايها الاخوة في الله هي من اعظم مقامات العبادة عليها تضول رحطها فعندما يحب الانسان او العبد ربه فانه يعبده محبة له يعني كي يعبد الله تبارك وتعالى محبة لله عز وجل لان الناس يتفاوتون حتى في العبادة فمن الناس من يعبد الله مخافة عقابه ومنهم من يعبد الله هناك لكي يعبد الله مخافة العقاب وهناك لكي يعبد الله عز وجل يعني يرجو رحمته ويرجو جنته وهذا كله ممتاز يعني ان الانسان يعبد الله عز وجل مخافة عقابه او رجاء لرحمته ومنه وفضله فهذا مما لا شك فيه ولكن هناك من يعبد ربه محبة لله عز وجل يعبده لانه يحبه يعبده لان المحبة محبة الله عز وجل تمكنت في قلبه تمكنت المحبة لله عز وجل في قلبه فاصبحت العبادة العبادة دياله لله عز وجل يعبد الله محبة لله عز وجل ولذلك الناس الناس لكي يعبد الله تبارك وتعالى محبة له فكتكل عبادة عليهم خفيفة يعني كتوجد الانسان كيصلي خفيفة عليه الصلاة يرتاح في الصلاة يرتاح في القراءة يرتاح عندما يعطي يرتاح عندما ينفق يرتاح عندما يفعل خيرا يرتاح عندما يرى نفسه في طاعة فيرتاح للطاعة يعني تجده في الصلاة يرتاح له في الزكاة يريد أن يزكي يريد أن ينفق في سبيل يريد أن يقدم الخير كيفما كان نوعه ولذلك فهذا الإنسان الذي يحب الله عز وجل فإنه يعبده محبة له فلذلك تكون العبادة عليه خفيفة فالهداية إذا تمكنت في القلب والمحبة هذه الأمور تجعل العبادة على الإنسان خفيفة كما قال البصيري إذا حلت الهداية قلبا نشطات للعبادة الأعضاء فغدين تكلم معكم على الأسباب التي تجلب محبة الله عز وجل هناك بعض الأسباب كيدرهم الإنسان وكيدكل محبة ضي الله عز وجل في قلبه أول هذه الأسباب حتى لا أطيل عليكم أول هذه الأسباب قراءة القرآن بالتدبر والتفهم عندما يقرأ الإنسان يتلو الإنسان كتاب ربه يتلو الإنسان هذا الوحي ويتفاعل معه كأنه يتكلم مع الله وكأن القرآن يستشعر أن القرآن يخطبه هو يعني من الذي يقرأ الإنسان القرآن بتدبر وتمعن ويفهم بعض الآيات ولو غير بعض الآيات البسيطة فيجد أن الله عز وجل يحب المتقين يحب التوابين يتلو أن الله يحب المحسنين الله يحب الصبب يعني كي يعمل بشيط يكون في هذه الصفات بشيحب الله عز وجل فحينما يتدبر الإنسان القرآن فإنه هذا سبب أول من أسباب جلب محبة الله عز وجل ثانيا التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل ونحن في رمضان في شهر القيام في شهر الصيام في شهر ينبغي للإنسان أن يتقرب فيه إلى الله عز وجل بالنوافل أكثر فكلما تقرب الإنسان أو العبد إلى الله عز وجل بالنوافل إلا وأن الله عز وجل يحبه فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي ولا زال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فعندما يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائد فإن هذا سبب من أسباب جلب محبة الله عز وجل ثالثا دوام الذكر على كل حال فكما يقال من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا أحب الإنسان تجارته فإنه يذكرها وإذا أحب ولده كثيرا فإنه يذكره وإذا أحب بلده أو حرفته أو صناعته فإنه دائما يتكلم عنها ويذكرها فلذلك من أحب شيئا أكثر من ذكره إذا كنت تحب ربك فاذكره على كل حال فعليك أن تذكر الله عز وجل في حال قيامك وجلوسك وفي متجرك وفي وظيفتك حتى تكون متعلقة بالله عز وجل فالذكر على كل حال هذا سبب من أسباب جلب محبة الله عز وجل ثم بعد ذلك رابعا إيثار محاب بالله عز وجل على محابك دائما الإنسان كيختار لمحاب دي الله عز وجل على محابه أنت كتحب تنام عن تصحور عن تفجر فالله عز وجل أراد منك أن تقوم أراد منك أن تصلي أراد منك أن تستغفر أراد منك أن تدعوه فعليك أن تؤثر محاب الله عز وجل على محابك فالله عز وجل يريدك أن تؤثر ما يحبه في تلك الفترة على محابك أنت ثم بعد ذلك دائما إنسان دائما يؤثر محاب الله عز وجل فعندما تأتيك المعصية وأنت تحب أن تفعلها والله عز وجل يحب منك أن لا تفعلها فعليك باجتنابها وعليك بإثار ما يحب الله الله عز وجل خامسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته فعليك بأن تطالع بقلبك اسماء الله وصفات الله عز وجل فعندما تتمع في اسمه اللطيف في اسمه الرزاق في اسمه المنان في اسمه الحنان فتجده أنه لطيف بعباده لطيف بك يرزقك حيث تحتسب وحيث لا تحتسب فعندما يمعن الإنسان النظر ويمعن باصره وبصيرته في اسماء الله وفي صفاته يجد أن الله عز وجل يرحمه يرزقه لطيف به فحينئذ يحبه بسبب ذلك سادسا مشاهدة بره وإحسانه داعية إلى محبته فلتشاهد إحسانه وفضله ومنه وكرمه عليك فالإنسان حينما يكون في نعمة فليعلم أنها من الله عز وجل فيشاهد الإنسان يعني بر الله وإحسانه ومنه وفضله عليه أنه رزقك مثلا زوجة صالحة أولاد مال صحة عافية راحة البال كل هذه الأمور إذا شاهدهم الإنسان عليه أن لا ينسى هذا لأن هذا من بر الله ومن لطفه ومن إحسانه ومن منه وكرمه عليك فحينئذ إذا كان الإنسان يشاهد بقلبه بر الله وإحسانه وعطفه عليه ولطفه به فإنه يزداد محبة فيه ثم انكسار القلب سابعا انكسار القلب بكليته بين يدي الله عز وجل فلينكسر قلبك بين يدي الله عز وجل وليتعلق قلبك بالله عز وجل ثم ياتي بعد ذلك أن مجالسة تامنا مجالسة المحبين لله عز وجل فليجالس الإنسان من يحب الله عز وجل تاسعا أن يباعد الإنسان عن كل ما يبعده عن محبة الله عز وجل فعلى الإنسان أن يكون بعيدا على أولئك الذين لا يحبون الله عز وجل وعليه أن يجالس من يحب الله عز وجل ومن يذكره بله عز وجل ثم عاشرا الخلوة به وقت نزوله أي وقت السحر ووقت الفرع من عملك فلتخلو بربك ولتحاسب نفسك ولتجلس أمام بين يدي الله عز وجل وتفكر أن تكون خاليا البال خاليا من كل هموم الدنيا حتى يتجه فكرك وعقلك في التفكير في عظمة الله وملكوته فنسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا ممن يحبونه وممن يستمتعون بمحبة الله عز وجل وأن يرزقنا الله عز وجل الأعمال الذي تقرب إلى حبه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته